ذلنا مقر جامعة الكفيل في هذا اليوم الأحاد 15.05.2022 للطلاع على الأبنية الموجودة في الجامعة والكليات التي حاليا جاري العمل الأكاديمي فيها والمختبرات والبنى التحتية لهذه الكليات وهي كليات تخصصية وبالتالي البنى التحتية الموجودة في هذه الكليات أيضا هي بنى تحتية تخصصية طلعنا بشكل عام على هذه التفاصيل على القاعات والإمكانيات المتاحة في هذه القاعات من ناحية الأنظمة الصوت والتواصل والتعليم الإلكتروني والمكتبة وكل هذه التفاصيل التي تتعلق بتقديم خدمة إلى الطلبة وكذلك أيضا منظومات الدفاع المدني يعني منظومات المراقبة لحماية الطلبة كل هذه التفاصيل طلعنا عليها حقيقة صرح علمي معماري نفتخر به ونفتخر بوجوده في محافظة النجف الأشرف وأيضا اختيار موقع جامعة الكفيلة أيضا أشدت به وهذا مشخص يعني سابقا قبل هذا الوقت أنه اختاروا موقع بعيد عن مساحات الاكتظاظ الموجودة في مركز المدينة وبالتالي صار أكون فتاح في هذه الجامعة من ناحية المساحة وأيضا وفروا يعني بشكل غير مباشر التطوير للأحياء المجاورة لهذه الجامعة أيضا طلعنا على خطط الجامعة المستقبلية تفاصيل الإنشائية والفنية والعلمية الموجودة في هذه الكلية أيضا لاحظنا أنه يوجد نشاط ملحوظ في قضية الحدائق وقضية توفير النباتات سواء الظلية أو الشمسية ويوجد نشاط ملحوظ وواضح في هذا المجال وهو أيضا شيء ممدوح أكيدا طلعنا على مجلس الجامعة وقاعة مجلس الجامعة اللي حاليا واغفين بها وما تتوفر فيه من إمكانيات تواصل يعني علمية حديثة إلكترونية توفر لمجلس الجامعة إمكانات عالية غير متوفرة في بقية المكانات ومنياتنا بالتوفيق وهذا كل خدمة للنجف بشكل خاص والبلد بشكل عام خدمة للمجتمع وأيضا خدمة للعملية أو يعني تفع أو زخم للعملية التعليمية في المحافظة والبلد أيضا وضح لسيد رئيس الجامعة دكتور نورس مشكورا أنه يوجد عيادات يعني مجانية للطب الأسنان موجودة في محافظة النجف الأشرف قرب مستشفى الزهراء سلام الله عليها وهذه العيادة مخصصة لكل شرائح المجتمع النجفي أو يعني أي مواطن ممكن يراجحها وأيضا مخصصين أيام لطلبة المدارس وأيام للمسنين والأيتام فشكرا جزيلا لكل هذه الجهود نشد على أيديهم نعضد عملهم وزيارتنا هذا اليوم هي للطلاع والدعم والإسناد شكرا جزيلا